والمزيد ينضم إلينا موفد أكستر نيوز إلى طرابلس أحمد عبد الرازق بعد التحية لك أحمد إذن يعني عدة مذكرات تفاهم 11 توثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين مصر وليبيا يعني تمخضت عن هذه الزيارة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع عدد من الوزراء لو تحدثنا بشكل أكثر تفصيلا عما تم اليوم تفضل تحياتي لك يا شادي ولمشاهدي أكستر نيوز في كل مكان لقد فتحنا الطريق وأنتم أول الداخلين هكذا عبر السيد عبد الحميد لتبيبا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن كل ما تم إنجازه أو توفق عليه في هذه الزيارة التي تعد تاريخية بكل ما تحمله الكلمة من معنى ولكن ما هي منجزات هذه الزيارة؟ هذا ما نستطيع وربما نستطيع أن نجزه في هذه العجالة بداية كان استقبالا رسميا في مقر حكومة الوحدة الوطنية الليبية كان في شرف استقبال رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي السيد عبد الحميد لتبيبا رئيس الحكومة الوحدة الوطنية الليبية ووفد رفيع المستوى أيضا من حكومته عقب الاستقبال الرسمي كان هناك عدد من الجلسات الثنائية بين رئيسي الحكومة وبين الوزراء المعنيين من كلا الطرفين عقب ذلك جلسة مباحثات أو مناقشات مفتوحة أو موسعة اعتلى ذلك مؤتمرا صحفيا لرؤساء وزراء البلدين أما عن ما تم التوافق عليه في هذه الزيارة فنستطيع أن نجزه في بعض النقاط أن تصريحات لدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأن مصر حريصة على دعم كل المشروعات التنموية في ليبيا وأن مصر تؤكد دعمها للمصالحة الوطنية في ليبيا وتحقيق التنمية والرخاء يعني هناك العديد من الوزراء ربما كان الوفد الوزرية المصاحب لرئيس الوزراء المصري هو الأكبر من نوعها الذي نراه ربما في زيارة خارجية لمصر فشامل وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة البترول والثروة المعدنية الصحة والسكان التربية والتعليم القوى العاملة التعاون الدولي الإسكان والمرافق العمرانية النقل الطيران المدنية التجارة والصناعة وأيضا رئيس الهيئة العامة للاستثمار وعدد من المسؤولين والتنفيذيين تم التوقيع بالفعل على 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين من الأخبار الجيدة أنه سوف يعاد فتح السفارة المصرية في ليبيا بعد عيد الفطر وأيضا هناك دعوة من السيد عبد الحميد للبيبة للرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة مرتقبة لليبيا هناك ثلاثة اتفاقيات مثلا تخص مجال الاتصالات والتعاون التقني والتدريب الفني ومذكرة تفاهم في مجال المواصلات والنقل وهناك مذكرة تعاون أيضا لتنفيذ مشروعات الطاقة والبنية التحتية وفي المجال الصحي أيضا هناك العديد من اتفاقيات هناك ثلاثة اتفاقيات أخرى عن الكهرباء والطاقة والنقل والإسكان إذن هناك يعني توافق وعدد كبير من الاتفاقيات تم بين كلا الطرفين يعني تحدث أيضا رئيس مجلس الوزراء دكتور مصفى مدبولي عن خط ملاحي بين البلدين خط ملاحي بحري بين البلدين وتحدث أيضا عن تنظيم عودة العمالة المصرية إلى ليبيا وأخيرا اتفق على بدء التحضير للاجتماعات المقبلة لللجنة العليا المشتركة المصرية الليبية بالفعل شادي كما ذكرت لك ربما هذا بعض أو يعني معظم النقاط التي تم التوافق عليها أو الحديث بشأنها بين الطرفين المصري والليبي في هذه الزيارة التي بالفعل نعدها تاريخية من حيث ما تم فيها من إنجاز ومن حيث حجم المسؤولين التنفيذيين المشاركين فيها من كلا الطرفين نعم هذا هو سؤالي أيضا لأخير لك الآن أحمد هذه الزيارة وأصداء هذه الزيارة في ليبيا يعني استقبال المسؤولين في ليبيا لهذه الزيارة من رئيس الوزراء المصري برفقة مجموعة من وزراء الحكومة المصرية ما هي أصداء هذه الزيارة؟ ما الذي لمسته؟ بفعلا كان هناك زخما إعلاميا كبيرا متواجدا ربما في قاعة المؤتمرات التي عقد فيها المؤتمر الصحفي وكانت ليست فقط القنوات الليبية المحلية ولكن هناك أيضا قنوات دولية وكالات أنباء متعددة كانت تتابع هذا الحدث وكانوا ينقلون ربما نقل بعضهم عن أكسترا نيوز لحظة بلحظة ما كان يحدث فيما يخص جلسة الاجتماعات الموسعة والجلسات الثنائية وثم قاموا بعد ذلك بنقل المؤتمر الصحفي لحظة بلحظة وتداول هذه الأخبار الحدث بالفعل هذه الزيارة يعدها الليبيون نفسهم تاريخية يعني الجميع يعرف ما لمصر من مكانة لدى الليبيين جميعا ربما كانت زيارة السيد عبد الحميد لتبيبة لمصر في فبراير الماضي وكانت وجهته الأولى بعد توليه المسئولية وما نتج عنها أيضا من اتفاقيات هذا يعني ربما كانت هذه الزيارة هي رسمة لخارطة الطريق التي يتم تنفيذها الآن ففي تدوينة للرئيس عبد الفتاح السيسي يعني قال أنه يدعم بكل ما لدى الدولة المصرية من طاقة وخبرات يدعم الاستقرار والأمن في ليبيا ويدعم التنمية والمشروعات في ليبيا وأنه خلال الفترة المقبلة سوف يكون هناك تبادل للزيارات وبالفعل ربما هذه الزيارة هي الأكبر خلال الفترة التي تلت هذه الزيارة التي قام بها السيد عبد الحميد لتبيبة إلى القاهرة في فبراير الماضي والتي استقبله فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن تبدأ الزيارات الحقيقية وتبدأ المشروعات التنموية الحقيقية التي ينتظرها الليبيون وكما بدأت هذه الرسالة بجملة السيد عبد الحميد للبيبة لقد فتحنا الباب وأنتم أول الداخلين بالفعل هذا ما يحدث الآن ليبيا منفتحة بشكل كبير على العالم من أجل إعادة الإعمار وإعادة البناء وإعادة الاستقرار لهذا البلد وربما كانت مصر بالفعل أول الداخلين لأنها كانت أول من يقف أو أول من وقف بالفعل بجانب ليبيا في وقت الشدة أو وقت الأزمة أو وقت الضيق وبالتالي فهي الأولى أن تكون بجانبها في وقت الإعمار والتنمية والاستثمار شكرا جزيلا لك أحمد عبد الرزق موفد أكستر نيوز إلى العاصمة الليبية ترابلس